والحلول السبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجاهة الوطنية المستفيدة وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص للمزيد من التفاصيل حول هذا المنجز يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ هاني الغفيلي رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي والمستشار والمختص بالإعلام الرقمي المعروف الأستاذ هاني حيكرة معنا في المجلد الوطن يا أهلا مرحبا يا أهلا فيكم بداية نبارك لكم هذا الإنجاز وللجميع والوطن هذا الإنجاز وتدشين بوابة حصين نحن نشاهدنا خلال هذا العام أو العام الماضي تقدم المملكة في العديد المؤشرات العالمية فيما يخص الأمن السبراني وتحدثنا عن أبرز هذه المنجزات الحمد لله حيننا دائما نباهي بأمننا السبراني وللحق هناك كوادر رائعة جدا في وطننا الغالي حققت أرقام عظيمة جدا نباهي ونفاخر فيها مثل ما ذكرت تقريبا قبل عام حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في معيار قياس الأمن السبراني وهو صادر من الاتحاد الدولي للاتصالات وكان يضم هذا المعيار 193 دولة فحققت المركز الثاني على مستوى كافة الدول وطبعا لعدد من الركائز الركيز القانونية الركيز التقنية الركيز التنظيمية الركيزة الكوادر بالإضافة إلى ركيز التكامل وإذا خذناها وحدة وحدة إذا تكلمنا عن الجوانب القانونية الحمد لله في بلدنا الغالي هناك تشريعات هناك قوانين صارمة بحق اللي يقومون بأملة الاختراق اللي هم الهكر حتى الكراكر اللي يقومون بتنفيذ المهام الاختراقية من خلال برامج موجودة وأيضا يعني الركيزة الركيزة الأخرى من الكوادر المميزة السعودية الرائعة جدا أيضا من الركيزة التقنية اللي فيه بنية تحتية عظيمة جدا في مملكتنا الغالية وركائز تنظيمية وجود يعني استراتيجية للأمن السبراني نتج عنها الاتحاد السبراني وهيئة الوطنية للأمن السبراني وعددا من الجهات اللي ترفض هذا أو المعسكر للأطويق للأمن السبراني عدد من المبادرات وعدد من المنظمات في المملكة وبالإضافة إلى هذا الركيز حققت المملكة هذا التمييز في الأمن السبراني وعلشان نوضح هل الأمن السبراني يمكن يكاد يكون مفهوم الأمن السبراني أكبر مفهوم على مستوى العالم تضخما خلال تقريبا 20 سنة الماضية صح الأمن السبراني هو صارت تقوم عليه مو فقط شركات ولا ولا جهات تقوم عليها الدول حنا الآن نعيش في فضاء التقني فضاء الرقمي حياة أصبح مرهونة بهذا الفضاء التقني يعني لو تم مثلاً اختراق الشركة لا سمح الله ممكن تنهار تماماً لذلك إحصائية من آي بي إم تقول أنه يتم صرف 192 مليار دولار على هذا المجال الأمن السبراني تقريباً 20 مليار دولار رقم كبير جداً نعم رقم ضخم 20 مليار تقريباً في منطقة الشرق الأوسط لذلك يكون على عاتق الجهات اللي هو تأمين هذا المجال مجال الفضاء التقني وعمل المعلومات وعدم الاختراق وخصوصيتها في تعريف جميل عن الأمن السبراني اللي هو مؤلف كتاب الأمن السبراني أدوارد يقول أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات للحد من خطر الهجوم على البرامج على الشبكات على الأجهزة حين تكلمنا عن البرامج اللي هي تطبيقات أنظمة وغيرها الشبكات اللي هي الوسائل اللي توصل الأجهزة بعضها بعض الأجهزة الأمن من أجهزة جوال من كمبيوتر من غيرها من سيفرات وخوادم وغيرها هذه الركائز الأساسية أو ركائز الأساسية لأمن السبراني ممكن تكون برضو بثلاث نقاط النقطة الأولى تتعلق بالخصوصية خصوصية الناس يعني هل أنا إذا دخلت إيميلي إلكتروني أكون ضامن أنه ما في أحد يدخل معي أكون ضامن أنه هذه فيه سرية وخصوصية لي أنا الركيزة الثانية هي ركيزة بسلامة المحتوى من الانتهاك من الاختراق من التخريب بحيث أنه أضمن هل المحتويات وغيرها والبيانات والأشياء الموجودة سليمة من أي تخريب الجانب الثالث وهي هل البيانات الموجودة تكون فيه كفاءة للعمل يعني الشبكات تكون فيه كفاءة لاستخدامها بشكل مناسب الأجهزة تكون فيه كفاءة كاملة لاستخدامها بشكل مناسب أيضا البرامج والأنظم والتطبيقات جميل وحنا على حديثنا عن مفهوم الأمن السبراني وأيضا وانذكرت أنه أحد المصطلحات أو العلوم الأكثر تسارع عن ونمو خلال السنوات الماضية شاهدنا أيضا في ذات الوقت تميز كبير للمملكة العربية السعودية في هذا المجال على كافة المستويات المحلية الأقليمية وحتى العالمية بوجهة نظرك أستاذ هاني وش أبرز نقاط القوة اللي تمتلكها المملكة أهلتها أنها تكون على هذه الريادة وهذا التقدم فيما يخص الأمن السبراني وضعت بنية تحتية عظيمة استراتيجية مميزة لوضع هذه المبادرات والهيئات أو الهيئة بالإضافة عندنا الاتحاد السبراني الاتحاد السبراني قام بأدوار عظيمة جدا يعني في مبادرة لإطلاق أو مئة ألف مبرمج يقومون بأنظمة وحماية الأجهزة من عمليات الاختراق في معسكرات طويق سواء كانت للكبارة أو حتى للصغار يعني في معسكرات طويق لأمن المعلومات لفئات معينة يعني ينتظرهم مستقبل باهر جدا أيضا إجراءات والتشريعات إذا وجدت التشريعات وجدت الحوكمة وجدت تطبيق الحقيقي لمفاهيم الأمن السبراني أيضا البنية التحتية البنية التحتية التي تحمي من حاورة عدم الاختراق وشفنا في بلدنا الغالي قبل سنة قمة عالمية كبرى جي 20 وقيمت لأول مرة وسط الفضاء الإلكتروني والحمد لله بلا أخطاء يعني كان تحدي عظيم واجه المملكة العربية السعودية وزي ما حنا عارفين لكل عمل أكيد أنه في ناس في جهات معادية في ناس يحاولون التخريب في ناس يحاولون حتى من باب التجربة المحاولة الاختراق وطبعا عمل إجرامي لكن بعضهم يتساهلون في هذا الجانب الحمد لله يعني عدد من رؤساء الدول قمة عظيمة جدا كلها من فضاء إلكتروني وهذه ما حصلت من قبل هذا يسجل لمملكة العربية السعودية ولنجاح الأمن السبراني في بلدنا صحيح من ذكرت يعني هي القمة الأولى بهذا الحجم الكبير جدا دوليا وعالميا تقام بشكل افتراضي وشهدنا نجاحها في العام الماضي لكن استمرار لحديثك عن تميز المملكة في كل ما يخص الأمن السبراني وكل هذه التقنيات شهدنا في الفترة الماضية تدشين وإطلاق بوابة حصين هذه البوابة النوعية لكن التساول أيضا عن مدى أهمية هذه البوابة طبعا أول شيء تشكر الهيئة حيئة الأمن السبراني على هذه المبادرة العظيمة وهذا من تعزيز أمننا السبراني أو أمن المعلومات والحفاظ على هذه المكتسبات الموجودة لدى الجهات الحكومية وحتى الهيئات في محافظة على سرية بياناتها التواصل مع المستفيدين من خلال فضاء الانترنت حماية الأجهزة حماية الأنظمة حماية تطبيقات من خلال هذه الأعمال أوجدوا هذه المبادرة لثلاث أشياء أو أربع أشياء رئيسية أولا وضعوا معيار لقياس مدى كفاءة هذه الجهات لآليات لقياس مستوى حمايتها مستوى تطبيق الأمن السبراني فيها فهذا الجانب الأول جانب يقيس مدى تطبيق هذه الأنظمة الجانب الثاني هو جانب المعرفة والوعي يعني ممكن يصير فيها جماعات سبرانية مثلا مختصة أو تستهدف بعض الجهات فمن باب التوعية يكون عندهم علم بهذه الاختراقات انتشار فيروسات معينة وجود مثلا عملية قرصنة في طريقة معينة وجود تغارات مثلا في بعض البرامج والتطبيقات فهذا جانب طبعا جانب الثاني جانب التوعية أيضا جانب مهم فحص البرامج وفحص التطبيقات وفحص الملفات في أداة وضعوها من خلالها يتم فحص البرامج من أي فيروسات فحص الملفات وهذه أداة جدا رائعة وفرتها للقطاعات الجانب الأخير هو توثيق البريد الإلكتروني نعرف الآن اسلوب التحايل من خلال بريد الإلكتروني فترسل رسالة مثلا معينة يكون فيها لينكات ويكون فيها روابط إذا قبلت في هذا الإيميل ممكن تصيب هي دجسس للأجهزة وغيرها هذه حسب ما ذكر المحافظة الهيئة المهندس ماجد المزيد ذكر أنها رح تستهدف تقريبا 400 جهة حكومية قبل نهاية عام 2022 ماشاء الله تبارك الله وحنا شاهدنا هذا التجشين وهذا الإطلاق الكبير جدا التساؤل ممكن الآن يقول بوابة حصين أول شيء من اللي راح يتعامل مع بوابة حصين أو تعامل من بوابة حصين السؤال الثاني وش المنصات اللي ممكن يجدها المستفيد داخل هذه البوابة طبعا مثل ما قلت قبل شوين البوابة تستهدف الجهات ومستفيديهم بمعنى أنها تستهدف جميع سكان المملكة العربية السعودية بكافة يعني وظائفهم بكافة استخداماتهم لأنها هذه تحمي بعد الله الأجهزة من أي عملية عملية اختراق عملية شجوم عملية تخريب لذلك يجب أن تكون هذه البنية بنية تحتية رقبية آمنة ليتم الوثوق فيها أو التثوق الوثوق بها من قبل المستفيدين نقطة مهمة جدا هذه ترى لها ارتباط أيضا بكفاءة الانفاق كيف؟ إذا حميت الأجهزة أو حميت الأنظمة أو حميت الشبكات من عملية الاختراق إذن في حالة حمايتها ما يكون في خسائل لا زمح الله لو تم اختراقها لو تم تعطلها تعطل بعض الأنظمة يكون له عواقب مخيمة يكون له عواقب مالية عواقب متعلقة بالسمعة بالسمعة عوائم المتعلقة بالثقة ثقة الوصول مع هذه الأنظمة نتعلق بوجود هذا الأمل نحن عندنا تطبيقات جدا عظيمة يعني سدايا أوجدت تطبيق توكلنا وزارة الداخلية أوجدت تطبيق أبشر وتطبيقات الآن نحن كسعوديين نستخدمها بشكل كبير جدا ونثق فيها ونتعامل فيها بشكل موثوق تخيل لا سمح الله صار في عملية وصول لهذه البيانات أو تسرب لبيانات هذه إيش اللي يصير بالمجتمع المجتمع يقل ثقته في هذه التطبيقات ويقل انتشارها بحمد الله جميع هذه الأنظمة وجميع التطبيقات الموجودة هي تحظى بأمن عالي جدا وتشريعات عالية من قبل الهيئة الأمن السبراني وحتى جهات أخرى رافضة لها تساعد في عملية الوثوق بكلك البيانات صحيح وعلى ذكر الوثوق وأيضا التعامل مع هذه البوابة ممكن تسأل جيني هل في ضوابط خاصة للدخول إلى بوابة حصين نعم بالتأكيد الوصول لها يكون وفق إجراءات وفق سياسات تم العمل عليها وتم الموافقة عليها من قبل الجهات ذات المرجعية الخاصة بها لذلك يجب أن يكون أمنية الوصول إليها ووصول إلى الخدمات من خلال أشخاص محددين ومن خلال صلاحيات محددة تسمح لهم الوصول فيها أو الوصول لها والحصول على الخدمات المقدمة من قبل البوابة جميل أنت ذكرت قبل قليل أنه أبرز المستفيدين من هذه البوابة هي الجهات الحكومية أو الجهات كافة بما يتضمن ذلك مستفيدينها من كافة سكان المملكة سواء مواطنين أو مقيمين وغيرها البعض سأل الآن وش يعني أبرز نقطة ممكن تهمني أنا في التعامل مع بوابة حصين كمستفيد عادي شخص سواء كان مواطن أو مقيم على سبيل المثال نعم سؤال مهم أنا كمستفيد أو كشخص موجود في المملكة العربية السعودية بكل التأكيد سأستخدم أي جهة من الجهات الحكومية وأنظمتها وتطبيقاتها إذا تم الضمان لي أنا كشخص في عملية التواصل مع أي وزارة أو هيئة أو جهة معينة تواصل معها إن البيانات اللي يرسلها إنها موثوقة ما رح تتعرض لعملية التسريب ولا الاختراك وبياناته في أيدي أمينة وفي ضوابط موضوع لهذا الجانب إذن أنا رح تعمل بيها بكل يعني أريحية وبكل اطمئنان وهذا هو الهدف الأساسي من وجود هذه المناصة لكي تعطي الجهات أولا أملية التوعية الجانب الثاني تقييس أداءها وتقييس إجراءاتها الأمنية أيضا تعطيها أدوات تساعدها في التحقق من بياناتها بعدم الاختراك والملفات وغيرها حتى موضوع التواصل عبر الإيميل الإلكتروني يكون موثوق للغاية جميل أستاذ هاني والوقت داهمنا بشكل سريع حسنا تحدثنا عن هذه البوابة وأيضا قبل ذلك عن الأمن السبراني وانت تعرف وسيد العارفين فيما يخص أهمية هذا المجال وحساسية التعامل معنا بشكل يومي لعنا نختم برسالة وزجها للمشاهدين بما يخص التعامل في مجال الأمن السبراني بشكل عام طبعا لازم نحن نتعامل مع البيانات هذه بحذر كبير التواصل مع الآخرين لا يبنى على الثقة أي أن كان ممكن رسالة إيميل ترسل بطريقة أو تسلق بطريقة معينة يجب الحذر من أين مثلا استقيت هذه الرسالة سواء كانت من خلال رسالة أسماء سواء من خلال حتى برامج الواتساب لين كانت نتجينا بشكل كبير وحنا لاحظنا على مستوى العالم تم الوصول إلى بيانات بنكية تم الوصول إلى معلومات حساسة من خلال رابط بسيط يصلك لذلك يجب أن نكون عندنا الوعي اللازم باستقاء المعلومة التواصل مع الناس ذات اللي يكون لهم مصداقية التحقق من البيانات قبل التعامل معها مع الآخرين بالإضافة إلى جانب آخر من جانب آخر يعني الحمد لله نحن في جهاتنا الحكومية معاييرنا في الأمن السبراني جدا عالي لذلك ما ناخذ يعني القلق في عملية التواصل مع ورسال بيانات لأي قطاع حكومي لأن الحمد لله عندنا جهات حكومية على قدر كبير من مسؤولية والمعرفة والدراية صحيح دائما كنا ثقة في هذا المجال وعلى كفاءة الجهات الحكومية دائما تعمل في هذا المجال أستاذ هاني الغفيلي شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا دائما في المجد الوطن اللعافة واجبنا أيضا شكرا لكم مشاهدي الكرام السعودية فنار الدين من عصر النبوة حرة محدا ينازعها الفخر كل عرفها اسمها من جد بوتركي وهي دار المروة في ثراء شبه الجهة